الاتحاد المصري للألعاب الطرفية نظم بطولة دومانو للمكفوفين وبطولة طولة لذوي الإعاقة الحركية وكمان نظم بطولة فوت فولي للصم والبك وده للمرة الأولى في مصر الاحتفال ده أو المسابقة دي جات احتفالاً باليوم العالمي للأشخاص ذوي الهمم وشارك في البطولات دي حوالي 250 شخص من ذوي الهمم من محافظات المينيا وبنسويف وأسيوت خلينا نتعرف على هذه المسابقات إزاي تمت أجواءها كتعاملة إزاي الأستاذ أحمد البكري رئيس الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية معنا على الهاتف مباشرة أهلاً أبو حراك يا أستاذ أحمد أهلاً أصلاً 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 على كل موجودين في الأستوديو وعلى جميع المشاهدين أهلاً أهلاً أبو حضرتك بطولة أو بطولات مخصصة لذوي الهمم ما كناش بنسمع عنها قبل كده عملتوها إزاي الفكرة جديدة وصل نجاح حالفين وإزاي فعلاً فعلاً نقدر نقول أن هي رفعت الروح المعنوية لذوي الهمم إحنا من يوم الأول من إنشاء الاتحاد كان عمنا الأول أن نعمل دمج مجتمعي لأشخاص ذوي الهمم في المسابقات بتاعت الاتحاد وأن هما يدوي الشاركه بالذات عادة عندنا هما يدوي الشاركه فيها وينفسه فيها ويتفوقه فيها كمان مميزة شكراً للمشاهدة